اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا طبعا قرار بديهي زي ما امير قاله قرار طبيعي الناس انتظرتوا بعد فترة الشد والجذب لكن قرار في الاخر تتويج لمسيرة نجحة جدا يا كريم في وقت قول اي المسلماني مع النادي الاهلي النادي الاهلي عنده ميزة كبيرة جدا عنده مدير فني كويس عنده سكواد محترم عنده استقرار استقرار فقل الاستقرار انت النهاردة كل خطأ وياخد المسلماني بتقول ايه الراجل عامل حاجة كويسة جدا في الدوري ماشي كويس لا ماشي كويس في افريقيا لا فكاس عامل اندايا حنجد امت فخلص اتقفل الباب اللي كان عامل شوية يعني ايه كلام واشعاعات وحاجات بين الاهلي ومسلماني كله حيركز اكتر وهو رايح جنوب افريقيا حيبع راجل مستقر اكتر دفع عليه وللنادي الاهلي قبل ماتش سانداونز ماتش مهمة جدا الاهلي يرجع بنوقت الماتش من جنوب افريقيا فبالتالي قرار مليون في المية صح وقلتلك قبل كده المسلماني هو المدرب اللي يتبني عليه مشروع للاهلي فعلا يعني زي ما كان مانو الجوزين يتبني عليه مشروع للاهلي انت ناجح جدا كمية الجمهور راجبة معاك اللعيبة كلها حباك قادر في المبارات الحاسمة والكبيرة يكون لك شخصية فده مدرب يتبني عليه مشروع هو عايز سنتين وعنده بقية السنة عنده فكر يبدأ يغير في فرقته هو النهاردة قال ما فيش فريق يتبني في يوم وليلة هو الراجل بقاله فترة مع الاهلي يقدر يبني فريق أقوى من كده كمال للنادي الاهلي ويشتغل عليه فقرار موفق جدا اقول لكم حاجة مبسوط بيها بصراحة ودي فرصة برضه نتكلم فيها بفرح اولها ما يبقى منتخم مصر ماسكو كالوس كيروش بفرح جدا ملاجز والو فريلا في نادي الزمالك بفرح جدا البيتسو المسلماني بنجاحاته الكبيرة دي موجود لسه مستمر مع النادي الاهلي كل ده بيفتق كتير قوي في المنظومة كلها طبعا ويهاب جلال معبرة من الزكرة لا بجانب المدربين المصريين كلهم كل اسم فيهم لا طبعا مش كلهم احنا الوقت بنتكلم كلام كورة كلهم اقصد ايه اقصد الاسماء البرزة ايهاب جلال بارز احمد سامي منور يعني خلينا في الاسماء الاجانب عشان ما ننساش اسماء مصرية وما حدش يزعر مننا طيب بص يا كيمو انا من حوالي كي سنتين عملت سلسلة اسماء اجانب منسيون فكنت بروح فيها اشوف الاسماء اللي كانت موجودة في الدوري وكانت لمعة اسماء سواء مدربين او سواء لعبين اجانب فدايما لقيت ان الفترة اللي كانت من حوالي 2000 ل2010 كانت دي فترة زهوة الدوري المصري وكلنا كنا شايفين نتاج ده على منتخب مصر رغم ان احنا عدد المحترفين عندنا في الفترة دي كان اقل بكتير من الفترة دلوقت لكن كان عندنا جيل زهبي لمنتخب مصر بس لما كنت هتيجي تبص ما كنتش هتلاقي الاهل والزمالك بس اللي كان عندهم مدربين تقال يعني مثلا كنت هتلاقي مدرب كواس جدا اسمه وولتر مويس مع ودي دجل مثلا يعني هتلاقي في محسن ارتجال مع الاسماعيلي فكانت الفرق كلها قادرة ان هي تجيب افضل الاسماء كمدربين وافضل الاسماء كلعبين فلما كنت بتكلم دايما مع الاسماء دي كان يقضي يقولك ان الدول المصري بالنسبة لنا كان جاذب جدا الجماهيرية بتاعته كانت جاذبة جدا فكرة اللعيبة ومستوى اللاعبين المهارة الفترية عند كثير من اللاعبين المصريين اللي محتاجة تتاول بس هم عندهم المهارة الفترية بالزبط يعني انت مثلا عندك سكوادي الاسماعيلي ده مع فيو بوكير وبوكير ده من اعظم الاسماء اللي دخلت في الدول المصري كان عبدالله السعيد وحسني عبدالربو بيلعبوا نهائي البطولة العربية ونهائي دوري أبطال أفريقيا وهم أصغر من 20 سنة فطبعا طلعين فطاحل طبيعا ان انت حسني عبدالربو في 2008 يبقى بالمستوى ده قدام منتخبات زي غانا وزي الكاميرون وزي كود فور وطبيعي جدا عبدالله السعيد يفضل موجود في الملاعب لحد دلوقتي لان التأسيس نفسه كان صح وكان مع مدرب علامي زي سيو بوكير والناس بتوصل لضربات جزاء في نهائي دوري أبطال العرب وعبدالله السعيد وعنده 16 سنة بيدخل ويشوت ضرب الجزاء لا طبعا دي حاجات بتأثر على يعني على التكوين بتاع اللعب فدلوقتي انت الأسماء اللي انت بتقولها دي يا كريم بتقول ان احنا ماشيين صح ان احنا دلوقتي بنجيب مدربين يحسنوا من جودة وتفكير اللعيبة بتاعتنا ويحسنوا كمان من فكرة ايه المستقبل بتاع الكرة في مصر هيبقى عاملة ازاي لان نظرتهم مختلفة يعني مثلا فريرة في 2014-2015 قدم لنا حاجة اسمها حمدى طلبة في مركز جديد رغم ان حمدى طلبة كان عنده 34 سنة وحمدى طلبة كان من أسباب تأهولنا الكاسوهم الأفريقية 2017 بعد 3 نسخ من الغياب دخال حمدى طلبة هو عنده 34 سنة بتكتشف وقتها كلاعب جديد فده دي قيمة المدرب الكليل بمناسبة فريرة كنت أتكلم على طريق حامد وطريق حامد يعني هو اللي خلى طريق حامد بقى عنصر أساسي مع منتخم مصر كل السنوات ديت يعني أنا سألتها بكذا في قصة طريق حامد فريرة أول ما شاهد طريق حامد وقعد فترة على الدكة طريق حامد مع فريرة قال له عنده مشاكل كتير مش هلعبه اللي مشاكل ديته حل وخلى لنا طريق حامد لعب عظيم كان فيه مشكلة بالنسبة لنا تبدو بسيطة جدا ان طريق حامد لما بيتمرن ما كانش بيلعب بيلبس الشينجارد الشينجارد بتعالرجل كان بيتمرن من غيره وهو طلب منه يتمرن وقال له مش هتلعب غير لما تتمرن وانت لابس الشينجارده وبيحدد لهم أماكن معانا طريق حامد ليه أكتر من تصريح عن كلام فريرة فانت متخلل التفصيلة ان انت بتتمرن النهاردة وانت مش لابس الشينجارد فانت مش هتلعب فخلى طريق حامد عمل ازاي لكن ازاي ما امير بيقول وانت قلت كريم المدربين دي احنا محتاجين نستفيد منها انا النهاردة عندي ثلاث مدربين هل في حد جوه القارة دلوقتي أحسن من بيتسو موسيماني لا ما اعتقدش هل نهاردة اتنين بالاسم بتاع كارلوس كيروش وفريرة موجودين جوه مصر انت محتاج تبني ومحتاج تتعلم ومحتاج تطور انتمنى يا رب يا رب يا رب على اخر مارس نفرح كلنا بالتأهل لكاس العالم واتمنى ساعتها كارلوس كيروش يعمل حاجة لقدام ندرب المنتخب اولمبي كيروش هو اللي اختاره هو اللي يقعد معاه وطريقة اللعب اللي بيلعب بيها المنتخب الاول يلعب بيها المنتخب اولمبي يلعب بيها منتخب 17 او 15 واتكلم كيروش بقاله فترة بيتكلم عن أرديات ملاعب الأرديات وحدينا بنشوف بنحاول نطور في الأرضيات في حاجات احنا نقاش واخدين بالنا منها بس هم بيتكلموا في تفاصيل بالنسبة لهم مهمة جدا لانما تلعب على أرضية ونجيلها كويسة بالنسبة للعيب حتى بحاجة مختلفة تماما فالتفاصيل دي لازم نركز فيها لازم نعرف ان احنا دلوقتي في فترة عندنا اثنين مدربين مهمين او تلات مدربين مهمين جدا لازم نستفيد منهم مستفادة قصص انت كان معاك حالات كتير لمطش الأهلي والبرامجز بس هبدأ بأمير واخد رأيه وبعد كده اجيلك على حالات عطور رأيك في مباراة الأهلي والبرامجز كان مطش حلو جدا الحقيقة انا شفت مطش ما بين اثنين مدربين تقال والشوت الاول تحديدا برامجز مارس الضغط العالي على الأهلي بطريقة نموذجية وقدر ان هو يوقع خط وسط الأهلي تحديدا في غلطات كتيرة بس انا دايما هيفضل رأيي ان ثنائية حمد فتحي وديانج في خط الوسط غير مفيدة تماما لما الأهلي بيحاول ان هو يخرج من الضغط لان الاتنين ما عندهمش القدرة على خروج بالكرة بشكل صحيح فكان فيه جاب كبيرة جدا اضطر افشا ان هو ينزل يعني كان فيه كرة كافة نهاية الشوت الاول هي بالنسبة لي اللي عبرت عن حال الالف الشوت الاول افشا بيحاول ان هو يسترجع الكرة من ناحية تعاليم علول راجع كل المسافة دي وبيلعب الكرة لمحمد شريف اللي واقف على دايرة النص فكان طبيعي ولا فيه كرات بتوصل لمحمد شريف ولا بيرسي تاو شفنا انا ما شفتوش غير ان هو لعب او تين تلاتة كده في الشوت الاول وكانت حتى كمان ارقام محمد شريف في الشوت الاول كانت غريبة ان محمد شريف عادت تمريراته الكرة نفس تمريرات شريف اكرامي فطبعا محمد شريف ما كانش ليه وجود زكاء موسماني بقى فيه لان الناس بتقولك يا راجل ده مدرب محظوظ علشان عبدالله السعيد غلط او اي اما كان الراجل احنا دايما بنقول عليه ان مشكلته والحاجة اللي جمهور الاهلي بانتقدوا عليها انه بيغير كتير وانه بيفكر كتير التغيير ده بقى النهاردة هو اللي فاده يعني عيبه هو اللي فاده لما ابتدى بأربعة اتنين تلاتة واحد وشاف الشكل ده في الشوت التاني يغير لأربعة تلاتة تلاتة وقدر انه هو يعمل ضغط عالي والخطة دي اصلا من اهم مميزاتها ان انت تقدر ان انت الفرق اللي بتحب الاستحواز ترخم عليهم بالضغط العالي بتاعك فقدر انه هو يخطف واحدة افشة من عبدالله السعيد وبعد كده لما في نهاية الماتش غير لما حاول بيرامدز انه هو يهاجم اكتر غير ورجع لطريقة اربعة تلاتة تلاتة اربعة تلاتة اللي هي الطريقة اللي احنا اصلا بنتكلم ان الاهل السندي بيلعب بيها افضل مبارياته والحقيقة انه صيحنه خرج كسبان تلاتة سفر بس ضيع تقريبا تلاتة جوال كمان يعني كان ممكن يخرج بنتيجة اكبر من كده بس انا برضو في المقابل زي ما بقول ان موسيماني قد ايه هو غير وقد ايه هو فكر الناحية التانية كابتن ايهاب جلال ها بعتبره افضل مدرب مصري انا بصراحة يعني شايف برضو انه هو لما لقى موسيماني غير كان مفترض هو كمان يغير لكن هو اصر برضو على فكرة انه هو بيبني من وره فالجول التاني غلطة الجول التالت غلطة تلات غلطات خسروك المطش يعني ما ينفعش مثلا نقول ان الاهلي كان ضغطك لان اللي يشوف النتيجة دي يقول ان الاهلي مثلا كان مستحوز اكتر كان داغت اكتر ضيع من الدقيقة الاولى علشان يخرج كسبان تلاتة سفر لكن الحقيقة ان لا ان التلات جوال اخطاء من لعيبة برامدز فالبالدب من منطقة دفاعهم وكمان الجول التاني تحدينا اللي هو جول عمر السلية اللي من اجمل اهداف في الموسم بصراحة البداية كانت جملة حلوة قوي من الاهلي يعني الناس ركزت في الفينيشنج بتاع عمر السلية لكن الجملة كانت حلوة واسترجاع الكرة تاني من ديانج كان هايل جدا ديانج عمل تحجيزة حلوة قوي علشان يوصل الكرة عمر السلية فانا شايف ان الاهلي لقى بشوب تاني نموذجي نموذجي الحقيقة المختلف ما بينه وما بين برامدز ان برامدز لما كان بيلعب بنفس الطريقة ما حولش الفرص بتاعته الاهداف تعالوا نطبق يلا بينا يلا نطبق انا مع امير طبعا يا كريم زي ما انت بتقول كده كل واحد بتجيله فرصة بيعافي يستغل لحشة وكل واحد عارف طريقة لعبة تاني تعالوا هنا نبص الاول الشوت الاول بيرامدز كان بيضغط على الاهلي ضغط كبير جدا وكان عازل ولكن برضه انا حقف عن كام حالة الاهلي كان بيقدر يطلع بالكورة ليه لان ضغط بيرامدز برضو لعيبة بيرامدز وهي بتضغط ما كانتش بيضغط بقوة لعيبة الاهلي اللي عملته شوت التاني فكان بيقدر يطلع بالكورة الكورة دي طلع من عند محمد الشناوي الهجمة طلعت لغاية متلعبت لأفشة فاعز ضغط بيرامدز يمكن فايلة التلعب بالكورة فاعز ضغط بيرامدز الاهلي كان بيقدر يكسر كل خطوط للضغط بيرامدز هجمة اللي وراها دي如果 الاهلي وايطلع بالكورة هجمة دي0 قعدت بالزبط كورة دقيقة فراجلة للاعيبة الاهلي بتدور الكورة من تحت وبص الأهلي عنده بقى ميزة جديدة إن الكورة لما بترجع للشناوي الأهلي بيبدأ اللعب من الشناوي على طول السنتر باكي اللي جنبه على الطمعان ديش أي مشكلة وبص هتلاقي لعبة كلاب تتحرك من غير كورة النهاردة حمدي فاتحي وبص الثقة إن أنا حبدأ أناقل الكورة بص بقى الراجل ده عنده زاوية تمرير حمدي المنعم حيوقف لعبة بيراميدز قمت راجع على ورا خلاص إنت مكنت النادي الأهلي من أن يقدر يطلع بالكورة بمنتهى البساطة بدأ يدور الكورة والحقيقة إليو ديانج حمدي فاتحي مميزين جدا في قصة تدوير الكورة ولكن أنا مش عارف أطلع بالكورة من عندهم لكن أنا ممكن أبقى بسير في نص الملعب أطلع على الكورة الزميلي لكن مش عارف أطلع علي مش زي عمر السلاية مش زي عمر السلاية عمر السلاية مختلف تماما خليه بقى نبدأ نروح لحالات اللي وراها عشان نقول الأهلي لما غلط غلطة الشوت الأول إيه اللي حصل إبراهيم عادل ضيع الإنفراد إبراهيم عادل واحد من أهم أهم المواهب اللي موجودة في الكورة المصرية ديانج طبعا غلطة الإيليو ديانج زي غلطات كتير عملة بص إبراهيم عادل راح وحطوا الكورة بره ما بتجيلك في المنشاط الكبيرة فرصة لازم تقتل الجيم ولكن إبراهيم عملة صح لما تعجز بقى كل الهجمات دي وتروح الشوت التاني هيباني الكلام اللي احنا قلناه الأهلي من كل فرصة غلط فيها فرامدز قدر يترجمها الجون تعالى نشوف كورة الجون الأول للأهلي ونشوف الضغط العالي للأهلي عمل إزاي بص إحنا معنا خمسة في الكدر الحقيقة شريف إكرامي كعادة كل أي نادي بيدربه كابتن إيهاب جلال بيبدأ الكورامد بص مين اللي بيدغط ده لو قفنا الكدر هنا هتلاقي ده إليو ديانج واللي حيروه يضغط كمّل بقى معلش احنا وقفنا متأخر همتكمل الكدر بص عبدالله السعيد نازل عمل للأهلي كان عنده مشكلة في الشوت الأول أفشا بينزل هنا عبدالله السعيد نازل كالعيد مركز ثمانية بيبني الهاجمة فين إليو ديانجة هو الدونجة اللي حيدغط ده حمدي فاتحي فأنت النهار ده الأهلي بيدغط بالتنين الديفندرات بتوع وحمدي فاتحي وإليو ديانجة فين من الكورة غلط عبدالله السعيد عبدالله السعيد استلم الكورة للقلب وعمل ديلي بسيط لتلعبة الكورة غلط ضغط عالي نموزاجي بصراحة من الأهلي في الكورة دي فكرة أن أنا النهار ده بضغط بالرباع الهجومي ومعاهم الاتنين الديفندرات أنا معديش أي مشكلة صحيح غلطة تانية بصوا هنا يعني غلطة طعبة من شريف إكرامي الفكرة كلها أن أنت النهار ده برضو اللعيبة الكبيرة لما بتجيلك كورة زي دي أنت عارف كويس قوي أن ممكن فيه كور أستغنى يا أمير عن فكرة البلد أب أنا مش لازم يا جماعة أبدأ أبدأ الهجمة وأروح أحطها على العرض لأن الشوت الأول كان فيه واحدة هيغلط فيها الشيناوي كان فيه واحدة هيغلط فيها الشيف إكرامي فأحياناً أنا محتاج تستغنى عن فلسفتك في بناء الهجمة لأن أنت توفر حاجة هاي الكورة دي كلفتهم فرصة كنت هتخد شجون فأنت النهار ده بتتكلم في نفس الباترن نفس الطريقة الأهلي فهم أن كابتن إيهاب جلال بيبني اللاعب ده عدته أنا هطلع أضغط عالي وحاخد الرزق وحقطع الكورة من قدامه وحاولها لجوان فمفيش مشكلة هتروح للكورة الحالة اللي وراها كورة برضو الجون بتاع عمر السلية يعني بص النهار ده بيراميدز كورة دي أنا جايب لك الكورة دي دي الفرصة اللي كانت مثلا نزل يا ابن أقول استغل الفرص بتاعتك اللي ضيحها بيراميدز الكورة بتاعت فاجري لكاي النهار ده الأهلي بقى خلاص بص الأهلي هنا بيدفع بخمسة موسماني قدر أنه يقل بطريقة اللعب بعد كده لتلاتة أربعة تلاتة اديته عمقه أكتر كورة إبراهيم عادل كورة دي راحت لخير طبعا فيها غلطة من علي معلول وبص هنا نفس اللي حصل النحة التانية الديفنس بيغلط بس أنا كهجوم مش قادر أترجم ده لأهداف فبالتالي بتدفع الضريبة بتاعت كل ده لأن كل فرصة بتضيعها بترد بتستقبل جون صح والجيم اللي الأهلي بيلعبه تلاعبه بص الكورة دي حلوة جدا بمحمد شريف استلم كورة وغير اللعب حلو جدا العلي معلول ودي اللي خلصت الكورة دي لما تتلعب إبراهيم عادل استقبل كورة غلط غلطات بسيطة جدا من لعيبة بيراميدز لما تكمل استقبل كورة غلط عمر السلية وانتتش ببطن رجله على طول الكورة في الجون فنقطة مهمة إن اللعيبة اللي بالخبرات الكبيرة دي بص لتوقيفة بتاعت مريم عادل لعيب كبير جدا بص لكن في الآخر هو تحس إن هو لو عايز يعني يصلح على عمر السلية مش هتروح كده ودي هنا بص محمد حمدي وهو راجع وبص محمد شريف هربان في ظهر أحمد سامي كان خلاص لعيبة بيراميدز بدنيا ونفسيا انهاره في الجيم فبالتالي غلطات بسيطة من اللعيبة كبيرة جدا من لعيبة بيراميدز لكن فكرة إن الأهلي بيلجأ للضغط العالي الشهد تاني فكرة ممتازة من المسيماني شكل الجيم بتاع إن الأهلي بلعب 3-4-3 وأنا شايف إن الفلكسبلية والمرونة عند الأهلي دي حاجة كويسة بس أنا من أنصار إن المسيماني كان مبادئ الموسم بـ 3-4-3 ومركز بـ 3-4 حتى ما راح لقى في الربطة باللعيبة النشاين لقى بـ 3-4-3 فترة الأخيرة هو بيغير كتير أوي وحاجة كويسة إن انت بتغير حسب الخصم بس أنا دايما بشوف إن أنت لازم تبدأ بطريقة موحدة هو أنا أعتقادي الشخصي إن رجوع أيمن أشرف النهاردة ومشاركته النهاردة معناه إنه هيرجع 3-4-3 هو الراجل من الواضح يعني إنه هو بعد إخسارة منتريه في كاس العالم الأندية ابتدى يحس إن اللعيبة الموجودة عنده دلوقتي مش مناسبة للطريقة دي لأن كان بدر بنون غايب كان أيمن أشرف غايب والإثنين طبعا تقال جدا بدر بنون بالنسبة لي يعني كان وصل لمرحلة إنه خلاص الراجل ده هيبقى قائب دفاع الأهلي لسنوات طويلة وأيمن بيدي أرياحية لعلي معلول تماما إنه هو يتحرك لقدامه بمغطي ظهره طول الوقت طيب طيب أمير أعيس ألك على حاجة مهمة جدا وهي حاجة تريندي يعني بتاعت التريندات كل مرة كل أسبوع مش كل أسبوع كل يومين 3 مع مباراة الأهلي فيه لاعب بيطلع تريند في النادي الأهلي المفروض من أفشا مثلا النهاردة علي معلول محمد الشناوي لا حسين الشحات حسين الشحات ما مجرد ما رجله تخش الملعب وهو تريند النادي الأهلي الجميل النادي الأهلي إيه مشكلة حسين الشحات مشكلة حسين الشحات إنه هو ما بقاش قادر يضي ثقة لجمهور الأهلي ودي مشكلة كبيرة جدا بص يا كريم الناس من قبل ما حسين الشحات يضيع الفرصة الدهابية يعني دي فرصة جاية لك في أول دقيقة من بعد نزولك دي مفترض تستغلها الناس من قبل الفرصة دي أصلا هم قيلين حسين الشحات نزل خلاص ده كده ما فيش فرص هتتسجل وطبعا لسه الراجل آه لسه الراجل مضايع واحدة ضد المريخ فتردد بجول فطبعا ده مزود من الرصيد السلبي عنده عنده جمهور الأهلي بس إنت دلوقتي بتتكلم من حسين الشحات ما بقالوش موسم ولا اثنين ولا تلاتة الراجل خلاص بقالو عمر في النادي الأهلي صح والحدي دلوقتي انت ما سبتش بصمة في النادي الأهلي تخليك حتى منافس على المشاركة أساسية يعني النهاردة يا كريم الناس كلها عارفة لو بيرسي تاو جاهز وحسين الشحات جاهز بيرسي تاو اللي هيشارك بيرسي تاو اللي جاي من بداية الموسم واللي أنا بالمناسبة مش شايف انه يعني هو جيف طبعا عمل بداية هيلة بس الحدي دلوقتي بس يدروب كبير بالضبط من الراجل من بعد الإصابة يعتبر مجاش ورغم كده هو برضو المفضل للمشاركة أساسية حسين الشحات بالنسبة لي وصل لمرحلة ان أنا راضي بالعشرين دي اللي أنا بلعبها وانا بالنسبة لي كده مرضي وبالنسبة لي ما عنديش مشكلة خالص النهاردة الراجل حسين الشحات من الواضح جدا انه عنده مشكلة في الفينيشينج وانت مهاجم طبيعي تعمل ايه تشتغل مع نفسك بشكل منفرد تبتدي تتدرب أكتر على موضوع ان انت ازاي تسجل من الفرص اللي بتجيلك لكن معنى ان انت كل مطش بتجيلك فرصتين تلاتة خد بالك بقى انا مش عايزة رجعلك كمان في نهائي الزمالك والفرصة الغريبة اللي ضيعها اللي في العرب بالضبط لو كان الاهل خسر كانت هتفضل بالنسبة له يعني لحد دلوقتي كان هيبقى جمهوري الاهل شايلهاله فالراجل من الواضح ان انت عندك مشكلة في الفينيشينج وواضح عندك من فترة فهل منطقي ان انت كل مطش تضيع فرصة بيبقى وبيبقى نفس رد الفعل وكأنها مفاجأة لا انت ناعب في النادي الاهلي ده بريفلج جبير جدا بتاخد مستحقاتك في معادها ما عندكش مشاكل واخد شهرة واخد جماهيرية ايه بقى المقابل اللي بتديه للاهلي المقابل ان انت بتشتغل على نفسك بزيادة علشان تخرج من الكمفرط زون ما تبقاش اللي هو نفس رد الفعل نفس الصورة اللي بتطلقتلك بعد كل مطش وانت حسران قوي ومتحصر على الفرصة اللي ده يعطاه فلا حسين الشاحات المفترض انه كل سنة جمهور الاهلي ثقتوا فيه بتقل لو فيه رصيد خد بالك حسين الشاحات جايب رصيد كبير جدا جدا اللي هو بقى انت سايب فلوس قد كده في العين وجاي لنا انت جمهوري الاهلي ما بينساش يا حسين بس دلوقتي الوضع انعكس وحسين الشاحات لازم يلحق نفسه لان بالوضع اللي هو مش فيه ده ممكن في نانية الموسم ما بينساش موجود في الاهلي طيب اسلام واحد كمان بقى من ناحية بيرامدز هو رمضان الصبح رمضان الصبح دايما التوقعات عالية عالية دايما التوقعات لانه هو لاعب واحد من امهر اللاعبين والمواهب اللي موجودة في كرة مصرية على اقل لاخر عشر سنين نتكلم في موهبة يعني بقاطة النظر هو ادى ايه بالمواهبة دي ولكن موهبة كبيرة هل رمضان الصبح مع بيرامدز ادى اي شيء خلال الفترة اللي فاتت لا يعني المنتظر من رمضان مع بيرامدز مع الصفقة الجماهرية وانتقاله من النادي الاهلي مش هو المردود اللي انت شفت لغاية دلوقتي يعني بيرامدز ما اخدش اي بطولة لغاية دلوقتي رمضان كان متواجد معامل السنين اللي فاتت رمضان نفسه المساهمة بتاعته الفردية مش الكبيرة قوي رمضان فيه فترات من الموسم بيشتغل على فتراته بيشتغل كويس جدا بيطور من نفسه وبيحاول يشتغل وفترات تانية بتلاقي كريم البيك بتاعه قل يعني النهاردة رمضان صبحي مالوش مساهمة في المطش النهاردة رمضان صبحي مش تفتكر له اي لقطة غير لقطة تيسر ابراهيم ابراهيم عادي كان افضل منه ابراهيم عادي الفكرة اللي انت قلتها في الانترو فكرة ان رمضان صبحي يكون هو اللي بتوظف جناح يمين على عكس عادلته المعروفة مع منتخب مصر المنادي الاهلي يتم الاستفادة رمضان قوي دفاعين يرجع مع علم علول او يبقى هو اللي بيتحرك في ظهر عالي بس ده مش اول جيم ده رابع او خمس مطش السنة دي ابراهيم عادي اللي يبدأ شمال افريقيا ودوري ورمضان هو اللي يبدأ ايمين ويحصل سويتشات بينهم في وسط الجيم ولكن رمضان مداش المرضود رمضان عنده كوالتي عالية جدا عنده قوة بدنية كبيرة جدا لعيب صغير في السن المفروض يتخطى بقاله فكتير قوي مشاكل وتدعايات انتقاله لمطش النادي دالي كان باني النهارده نومة كهرب جدا ممكن يكونوا كاتعية ودنه مع الجماهير فبالتالي كان أوتوف جيم رمضان حتى مع منتخب مصر اعتقد لما تحط كده الترتيب كان قبل ما تريزيجي يرجع ويتقال لك كان مرموش تريزيجي رمضان قول مرموش وتريزيجي بس هو الخيار التالت خلي بالك انت لو عندك فرصة كان ممكن تلاقي احمد رفعت بداخل معاه ممكن تلاقي برمي عادل داخل معاه فمكانه جوه المنتخب مش هو المكان اللي انت عايزه انت بتعتمد عليه دفاعيا لكن هجوميا ملوش مساهمة رمضان صبحي محتاج يقف مع نفس وقفة كبيرة جدا لان رمضان بالهالة بتاعته دي بدأت تنزل البيك بتاعها إلي وهو عنده كل الامكانيات ان هو يبقى الهيرو او البطل الاول لنادي بيرامنز وعمتا رمضان الحقيقة يعني بالاداء اللي بيقدمه بعيدا عن المستوى حتى كمان طريقة اللعب نفسها بتقول انهم شاب موجود في منتخب مصر لان الراجل عايز ثلاثة لو بيلعب اربعة ثلاثة ثلاثة فهو عايز ثلاثة أقرب للمهاجمين وده اللي كان بيخلي محمد شريف يلعب جناح ويخلي مروان حمدي يلعب أحيانا جناح ليه لان الراجل عايز ثلاثة مهاجمين مش عايز الجناح اللي يتحرج على الخط ولا اللي ملوش مساهمات على المرمى أمير شرفت ونورتك اللعاء دايما ببس بوجودك معا شكرا يا كريم أنا اللي بتشرف بوجودك شكرا يا حبيبي اسلام بتشرف دايما بوجودك معا ربنا خليكك المشرف ليا شكرا ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم 10 أشوفكم يا رب على الخير